السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف تختار الوقت الناس لتدخل لك فيه الكلان لدينا الإفنت الان اسمه هك بوغز ان لاب يبدو من 8 فبراير وينتي الى 21 فبراير سنقول لدينا اسبوعين تقريبا لانهي فهو ان شاء الله يكون موضوع مغا سهل دعونا نبدأ لدينا اول موحلة من موحلة الإفنت انها تجي تصنع هم طالبين منك تصنع الصحن من الهكيتشو فتجي هنا تصنع عندك هذا الكيس طالب منك اللي هي 25 تويتر تيت و 25 ستكي و 15 شوكلت و 15 البون عندك طبعا التويتر تيت يملكتب تحثنت فيها عن طريق الماكتب ليس هنا مثلا تكتب مثلا تي او تي تي وتبحث تحصلها دو اهم شيء 25 حبة خط 25 حبة ب 150 الف عشان تأخذ الكميهات طبعا يملكت تزرعها إذا منت مستعجل على الإفنت انصحك بالزراعة زراعها واذا خط 25 حبة حتي وانت مبسوط يعني طرح تطور معك حوالث 2 أو أو 4 ايام لكذا اذا منت مستعجل عشان ما تخسر المية تلف هذه فتصنعها كتسويك الزراعة تزيليك بكثير طبعا بطبع بحطي لكم مقطع هن حق تويتر تيت هذه يلتحد فيها الوصف او انها يطلع لك gooita truthات الثاني اللي هو الاستيكي الاستيكي هذي تدقائها عن طريق ان هي العالم هذا الهايلاند لما تنتقل هناك ستحصل الدنجون وتحصل انه خنقول لهو نحلة فلما تخلصوا النحلة هذي او تقتلها ستطيع يحلق منها اللي هو الاستيكي وهذا هو الدنجون اللي خنقول يشبه النحل او خنقول الدنجون الخاص بالنحل فحن نمجدين فيه داخل المنطقة هذي فتجي هنا بس هكذا هذولي فالتالي اذا قتلتهم سيطلق ان شاء الله لهو الاستيكي طبعا عندهو حضلق طبعا عندهو ستكسر تقتلهم اللي ما عدم يطيح لك الاستيكي لكن هذا هو مكانه بالاساس اوكي اولا اكتبتك معك فلوس تشتري عن طيق الاستور عن طيق العفن الماكتبليس وتخلص العظوم متنتم منه الشي الثاني قطع ثاني اللي خنقول لهيه العظم ننتقل لي عالم النار هنا ونحصل العظم في الارض ونجمعها الخمسة طارق سهولة نحن في عالم النار طبعا هذا هو العالم اوه حتى لو ان تبقى هذا العالم يعني ما في اشكالية اهم شي ان هذا العظم نحن نبقى هذا هو شكل شكل شكله هذا جمع منه 15 حبة وبالتالي جمع المطلوب منك هطلوب بسعيرك وكله سهولة على التبقى الثاني او خنقول قطعة او رابعة اللي تجع عند الالة هذه الخاصة بالزراعة تنزل لنا الكلمة الثالثة هذة تحطى عليها اكس ستجد هذه السفنجة السفنجة هذة مطلوب منك اللي هي الويلد كوب كيك حبتين والقلم خمس حبات عشان تصنع السفنجة واحدة فهم مطلوب انك تصنع 15 السفنجة تمام خالي احنا بس نسوي بس نسوي كله بكم موحدة قدامكم بعدين تنتقل لي وين تنتقل لي عالم اللي هو الكاندي الآن في عالم الكاندي اللي هو هذا العالم فتجي هنا وترمي السفنجة بطريقة هذة بدين تجي قطعة شوكلة اللي احتاجها فهذا انت تصنع 15 حبة من السفنجات بعد أن تنتطر ميةzenة وننتظر في البحيرة هذة بدن تنuckرنا جميعها وannعق هنا هنا انجت الاية ونضغط هنا X على هذا الكيس وكذنا تنتهي المهمة الأولى سننتقل لي المرحلة الثانية المرحلة الثانية من مرحلة وكترمية الكيس هذاله تم جديد المرحلة الثالثة dipped اي أليع واحدة انتهي المهمة وتنتقل في المرحلة الثالثة مطلوب منك الآن انك تطيع فهي بحيان تسوي عدوى او تصيب تصريب تصريب هذة اللي كنا خنجل سلطعون وشي كذا فننتقل الان لعالم الناط وهذا مطلوب منك العالم هذا فالما تنتقل من هذا الحيوان اللطيف اللي هو خنجل سلطعون فعليه زي شعار قبل حتى حوزت دمجة ما يمجيك الدمجة فاشو ترمي عليها الكيس زي كي بطريقة هذي يطلب منها اللي هو حيوان معك فزي يسوي عدوى معه فبالتالي انتقتلها مطلوب بطريقة هذي تقتل اللي هي خمسين سلطعون بطريقة هذي فبالتالي تنتقل المحلة لبعدها فخلونا نخلص الخمسين نمشي المحلة لبعدها يلا احنا اي راقشيه الخمسين هذي حلنا ننتقل المحلة لبعدها عندنا في المحلة رابعة مطلوب انحنا نساعد نفس الحالة نفس ذولي نفس ذولي كلمونهم يعني او خنجو ترمي عندها الكيس لين يسير بينهم زي التوافق يسير بينهم زي القلب او خنجو زي يحبون بعض بالحالة هذي منفعت وحلو نحن هذولي صحيح نصير بينهم زي القلب وحبوا بعض فالآن حساب لي واحد الآن نسوي الطريقة هذي على عشر من الحملات هذي محلة الخامسة لما تقتل خنجو لعناك من اللي يجون من السماء فلابد من تلك تنتظر نص مكانك اللي ما خنجو لليج صوت في السماء وينزلونهم وتقتل منهم ثلاثة وبالتالي تنتقل المحلة اللي بعدها زي ما شونا الآن هذا هو اللي يجي من السماء فهي يجي بالطريقة اللي يجي بس تقتل يحسب لك فتقتل زي ثلاثة فلا يبيك بس تنتظر نص مكانك اللي مجوم السحاب ويجوم السماء وبعد تقتل بطريقة هذي فيحسب لك فالآن ننتقل المحلة اللي بعدها في المحلة السادسة مطلوبا تدخل كهوف الجود فهذا مطلوبا تتجي هذا العالم تتجي هنا تمام وتدخل المطقة هذي فلن تنسى ساحت كده بعدين لن تدخل هذه البوابة بالذات تمام هذي البوابة الحمغة لما تدخل البوابة الحمغة هذي اسمها سانكن تدخل جوه طبعا نخل معاك اللي هو موضوع العلاج وموضوع اللي هو خنقول الأكل أو حتى اللحاف تمام خنشوفوا تحت عندي الآن شوفوا هذي الآن العلاج والسماء واللحم وزي للحاف هذا فحنا نبحث في المنطقة هذي أو خنقوب العالم هذي على الحوش حقته اللي هو حقت الإيبنت فهيشوفون الآن الوحوش الكهوف اللي قد دخل منكم كهوف قبل فيشوفوا ان الوحوش دولي تغييرت أشكالها صارت حقين الإيبنت نفسه فمجرد ان بريد انك بس تجي تساعد يعني حوى خنقول لو عندكم خوي مع الأغراض هذي بس انك تتماشون انتم بس تمشون معه ستأخذون هذي الفائدة تمام فبتساعد انت بطريقة هذي بتساعد 25 وحش وبالتالي افتنتي معك مهمة كيف تقدر تصني عليه الحاف الأشياء هذي بايكم والآلة الخاصة بصناعة هذي الأشياء عشان تقدرون نسوونها وبالتالي تقدر تتخلش هنا وتساعد الحوش هذي وتتخلص 25 وحش وبالتالي تنتي مع المهمة هذي بخلو الآن نطلع من هنا من هذا المكان عشان نسوي اللي هي القطعة هذي اللي احنا نحتاجها عشان نقدر نساعد فيها الحوش الصغير في العالم هذا حيننا الآن في هذه المنطقة حق الجود تمام او بما ترصبن في المنطقة هذي طبع أنت رح تكون هنا في مكان هذا تجي تلف من هنا يمين رح تحصل هذه الآلة تمام تجي عند هذه الآلة تضع لهم طبعا يمكن تكون عندك مقفلة فيبك تصنع من كل نوع في البداية هنا خمشين حبة عشان تنتقل اللي هي المكاهن الثاني او خنقول البعدة هاي طبعا هنا عندك مطلبات كثيرة عشان بس تصنع اللي هي خمس حبات من اللي هي مطلب هذا تمام فهذا حبيت تصع كمية كبيرة طبعا أنت اذا كما تتعلم زيادة هناك تصع خمسين حبة من كل نوع بالتالي تنتقل للمرحلة البعدة فتجي عندك هنا تحت طيب نكمل الآن فنجي هنا عندك من التحت الأخيرة هذي بتحصل هنا أن الطلبات تصبح أقل لكن يصنع لك كمية كبيرة من خنقول اللحاف او حتى العلاج او حتى اللي هو الأكل فكلما تدخل أو خنقول تتعلم أشياء زيادة فتوصل محل لأخيرتها فيصنع لك من نفس الكمية لأنك تتعجيها كمية أكبر بكثير من الأشياء اللحافظة عندك الزيادة وانت تمشي وانت خنقول او من تدخل في خنقول الكهوف حقتهم عالم السنكين هاذا وهذه عبارة خنقول بيضة خاصة في إيفنت اللي هو اسمه الهيكباكز فمجي بس تجي عندها تخرجة حتى عن ضريق المكرسة بس سويا عملت الشفط وتأخذ البيضة هاذي فالبيضة هاذي يمكنك تفكها فعلى سوق يطلعون لك أليات جديدة يتمشي معك في عالم الجود عن طريق البيضة في المرحلة السابعة من مرحلة الإيفنت مطلوب منك أنك تفقس البيضة حقتها الخاصة في الهيكباكز فتتركون أما قلت لكم حسنا حين بيضات داخل كهوف الحمرة هاذي يزمسرين كين فحنا مطلوب أنك تأخذ بحثة أحد البيضات هذي وستويلها عملية التفقيس فتجي عند الآلة هذي طبعاً نحن نقول أول شيء أنت ترسبن هنا بداية متاز بعدين تنتقل هنا يسار ستحصل هنا الآلة المستمعين عندها الناس اللي هي هذه الآلة ستحصل هنا تحصل هنا عندك مكان فاضي تضح عليها إكس تضخل عندك كينة تضع هذه البيضة ستضعها واحدة فتقعد هي حوالي 12 ثانية وبالتالي تفكس البيضة هذي ونشوف حينها أشتر احضر لنا هذه البيضة احضر لنا احضر لنا اعطانا ألاي جديد احضر لنا عشر مستري من الألايات الجديدة فشكلها أضافوا ألايات جديدة عن طريق انك تجمع تفقس البيضة هذي فحلو بيضة هم يعني سنقول لنا الآن انتهلم اوه بس عشر ثواني حلوة انت تجمع ذا البيضة هذي حقهم ذا والثالث هي عميدة التفكيس والثالث يطلع منها احضر لنا الآليات كثيرة يعني تضخر عليها مستري مر كويس فحلوة الاضافة هذي جميلة ان عليها يعني مستري كويس والله مر جيد فتجميع البيضة والتفكيس ما ياخذ ولا اي وقت فمعهم تازه هذي الآن انتهينا من جميع مرحل اليفنت اتمنى المقطع اعجبكم اذا اعجبكم المقطع او اصدروا اللايك واشتكد ما كنتمشتك فلا تنبهات عشان يصيرك كل جديد خصوص انت تعب تروب او اخصوص انت تعب تروب او انعاب ثانية فأتمنى المقطع اعجبكم يطلق من عافية مشاهدة ان شاء الله في المقطع الخادم وان شاء الله رح ينزل بمقطع بعد هذا كيف تقدر تطلع فلكس من اليفنت هذا شكرا مجيز على س shoots يا موجة منوب شاء الله مو بقبلا شكرا الويوا�� مشاهدي ادامنا شكرا thirty ترجمة نانسي قنقر